بعد نشره التقدير الاستراتيجية لإسرائيل لعام 2016 يعقد مركز بحوث الأمن القومي مؤتمره الدولية السنوية العاشر المؤتمر الذي يتعاقب على الكلام فيه عدد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية والديبلوماسية الرفيعة المستوى عقد تحت عنوان الأجواء الاستراتيجية لعام 2017 الرئيس الإسرائيلي رأوذين ريفلين كان أول المتحدثين في المؤتمر وركز على الشقين الاجتماعي والاقتصادي في المشكلات التي تواجهها إسرائيل إن التصدعات والتشققات الداخلية كثيرة ومتنوعة وأحد التهديدات الاستراتيجية التي نواجهها تتمثل بضعف التضامن الإسرائيلي هذه ليست مقولة اجتماعية بحتا إنه نداء تحذير شديد ومستعجل هذا التهديد بات يفوق اليوم التهديدات العسكرية الخارجية التي تراجعت خلال الفترة الماضية بدوره تولى رئيس مركز بحوث الأمن القومي عموس يادلن عرض التهديدات التي تواجهها إسرائيل على الصعيدين الأمني والعسكري وعلى رأسها إيران بالنسبة إلى إسرائيل التهديد الإيراني واقعي أكثر من تهديد داعش هذا التهديد كان قائما ولا يزال ومن يرد ولديه قنبلة نووية فإنه يستطيع محونا عن الخريطة يادلن دعا إسرائيل إلى الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة أمامها نحن أمام نافذة فرص ثلاثية الأولى انخفاض مهم في التهديد الأمني على إسرائيل في السنوات المقبلة إدارة أكثر ودية في الولايات المتحدة ومحيط عربي براجماتي ينظر قدته بعين التفاهم معنا إلى القضايا في الشرق الأوسط إسرائيل لم تعد قادرة على الحسم في الحرب يقول يادلن محذرا من أن الحروب المقبلة ستكون أطول مما تريد إسرائيل مشكلة إسرائيل أنها تقف أمام صقفين مرتفعين جدا صقف التوقعات بأننا سنهزم العدو في غدون ثلاث ساعات أو ثلاثة أيام بحيث يكون النصر حاسما ويستسلم العدو ويرفع الراية البيضاء وكل العالم يصفق هذه القصة انتهت عام سبعة وستين لم تعد هناك حروب كهذه ويجب علينا أن نفهم أن أعداءنا تعلموا نقاط تفوقنا وضعفنا الحروب ستكون أطول مما نريد ولم تكون حاسمة المخاطر الداخلية والخارجية التي عرضها كل من ريفل ويدل عكستها استطلاعات الرأي أيضا التي أظهرت تنامي قلق الإسرائيليين من التهديدات الخارجية والداخلية على حد سواء